اشتركوا في القناة هذا المجال ولكن قبل ان نبدأ ادعمونا باعجاب لاستمرار هذا النوع من الفيديوهات مبيض طبيعي من اجل تنقية الجلد وازالة التصبغ هل بدأت التصبغات في الظهور على جلدك اذا كانت اجابتك هي نعم اذا فسوف ينفعك هذا المقطع كثيرا واذا لم يكن هناك ثمة تصبغات على جلدك فان هذه النصيحة سوف تمنعها من الظهور ان لظهور تصبغات على الجلد العديد من الاسباب ومن الصعب تجنب ظهورها بنسبة 100% ولذلك اتركي تعليقا واذكري فيه في اي منطقة من جسدك تظهر هذه التصبغات اما الخبر الجيد فهو انه حاليا هناك الكثير من المواد التي يمكنك استخدامها من اجل معالجة التصبغات ودون اللجوء الى انفق الكثير من المال على المعالجات المكلفة لذلك فقد قررنا ان تشارك معكم هذا القناع الطبيعي من الارز والذي يمكنك استخدامه بانتظام في المنزل من اجل معالجة التصبغات في مناطق كالوجه والساقين واليدين شاهد المقطع الى نهاية حتى تعرفي كيفية استخدام هذا القناع من اجل تنقية الجلد اذا كنت قد فشلت في التعامل مع هذا الخلال في الجلد فعليك التعرف على هذا البديل الجديد لانه بكل بساطة سيتحول الى افضل حليف اللكي وللحفاظ على جمالك دايما والان لننتقل ونعرف كيف يساعد الارز على طبيعي الجلد والاجابة تكمن في انه نظرا لصفاته الغذائية هذا العلاج مثالي من اجل تنظيف الجلد بعمق والتخلص من هذه الشوائب التي تتسبب في ظهور نقاط سوداء والكثير من حالات الخلال الجلدية الشائعة الاخرى يحتوي الارز على خصائص مضادة للحساسية من اجل صاحبات الجلد الحساس والتي عادة ما تصبن بالالتهابات وردود الافعال التحسسية فهنا يعمل الارز كمرطب طبيعي مما يجعله مساعدا بشكل كبير لازالة التصبغات في الجلد والتي تتسبب فيها الشمس والعوامل البيئية الاخرى هذا بالاضافة الى ان الارز غني بالزنك وايضا فيتامين بي تري وهو ما يجعله له اثر مبيض دون اي اثار جانبية كما يعمل كمنشط طبيعي لمكافحة الترهل وظهور المبكر للتجاعد هل انت جاهزة لتحضيره؟ ان هذا القناع يعمل كمبيض طبيعي من الارز من اجل بشرة مثالية وخالية من التصبغات من السهل جدا تحضير هذا المبيض الطبيعي وافضل ما في الامر هو ان المكونات المستخدمة لتحضيره عادة ما تكون متوفرة اذا اردت الحصول على بشرة اكثر نقاءا وشبابا فلا تفوت الوصفة التالية المكونات نصف كوب مياه من الارز العضوية وكوب من المياه ومصفاه ووعاء نظيف لكن ماذا عليك ان تفعلي بهذه المكونات؟ سنخبرك في الحال ولكن بعد ان تقومي باعجاب للفيديو ومشاركته مع اصدقائك ولنعد مرة اخرى ماذا ستفعلي بهذه المكونات؟ في وعاء كبير ونظيف قومي بمسج المياه والارز وتركهما طوال الليل في الصباح التالي قومي باستخدام المصفات من اجل فصل السائل عن حبوب الارز والاحتفاظ به اما الخيار الاخر فهو غلي المياه الممزوجة بالارز ثم تصفية السائل من اجل الحصول على مستحضر مماثل لما سبق ثم وضعه داخل الثلاجة داخل الثلاجة يمكن الاحتفاظ بالمستحضر كذلك لمدة اسبوع او اسبوعين دون ان يفسد والان بعد ان قمنا بتحضير هذا الخليط فما هي طريقة الاستخدام؟ في البداية عليك غسل بشرتك باستخدام المياه النظيفة والصابون وعليك التأكد ايضا من خلو البشرة من اي نوع من انواع مستحضرات التجميل والان قومي بغمر قطعة من القطن في مستحضر الارز ثم قومي بوضعه على اجزاء من جسدك كالوجه والرقبة والصدر والذراعين والساقين على الفور سوف تشعرين ان الجلد اصبح اكثر نعومة واخلى من الدهون واصبح اكثر لمعانا على الرغم من ذلك من اجل التخلص من التصبغات يجب استخدام مستحضر الارز بشكل يومي لان النتائج لن تكون فورية من الهام عدم المبالغات في التعرض للشمس عند استخدام هذا المستحضر خصوصا في الساعات الاولى من استخدامه لان الجلد سيكون اكثر حساسية في هذا التوقيت المكونات ملعقة واحدة من دقيق الارز ملعقة واحدة من العسل القليل من اللبن باللوز او بجوز الهند وملحوظة يمكن استدال اللبن بالاولوفيرا او الشاي الاخضر وذلك اذا كنت تعانين من الحبوب في بشرتك التحطير قومي بمسج كل المكونات للحصول على عجين غليظ اذا وضعت حليبا اكثر من اللازم يمكنك اضافة القليل من دقيق الارز والان عليك استخدامه على وجهك بالكامل بحيث تكون هناك طبقة سميكة منه على بشرتك وذلك من اجل ان تغطيها بالكامل اترك المزيج على وجهك من 15 الى 30 دقيقة ثم قومي بغسل وجهك بمياه فاترة الارز والكركم والليمون كمستحضر للتجاعيد المكونات ملعقة واحدة من دقيق الارز ملعقة واحدة من الكركم ملعقة واحدة من عصير الليمون اذا اردت زيادة تأثير الارز على التجاعيد مما يساعد على تنقية البشرة وتحسين ملمسها بالاضافة الى مكافحة اثار الشيخوخة ولاحظي جيدا ان الليمون يمكنه تسبب في تسبب الجلد اذا تعرضت للشمس وافضل وقت يمكن استخدام هذا القناع في يوم سوف تمكثين فيه داخل المنزل والى هنا وصلنا لنهاية الفيديو اتركي تعليقا واذكري فيه اي من هذه الاقناعة لتبيض البشرة قد عجبك اكثر من غيره ولا تنسي الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمزيد من الفيديوهات الممتعة الى اللقاء